اشتركوا في القناة وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وحافظوا سره ومبلغوا أماناته ومؤدي عن ما أمره الله سبحانه وتعالى به الإمام المرتضى علي بن أبي طالب عليه السلام وفي النص الوارد الذي روي في أكثر من مصدر إسلامي أن الله سبحانه وتعالى هو من زوج السيدة الزهراء من ابن عمها علي وقد اجتمل النص أنه لا يليق بها وليس كفءا لها إلا علي حتى تعرف عند العامة والخاصة أن ذلك الزواج هو زواج النور من النور ولدت منه الحسن بن علي والحسين بن علي وزينب بنة علي وأم كلثوم بنة علي والمحسن السقط الذي استشهد في حادثة حرق الباب واختحام الدار لا شك أن الخديث عن ظلامة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يستتبع مزيدا من الألم مزيدا من الشجن مزيدا من الحزن والأسف على تلك السيدة المجاهدة التي دفعت الثمن باهضا من أجل الحفاظ على ثوابت الإسلام ومن أجل إعلاء كلمة الإسلام من أن تلوث بأي لوث أو خبث ظاهرا كان أنباطنا يجعل من الإسلام حكاية تتضمن التطرفة وتتضمن البؤس وتتضمن التناقض والتضاد السر والسبب الكامن في أن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لها ذكر بالنسبة لشهادتها أكثر من يوم يذكر لذلك وأكثر من موسم يذكر لذلك يعني هناك الأقوال في شهادتها تربو على العشرة أقوال لكن الظاهر أن الأقوال ليست كما يرى المهم منها قولان وفيها روايتان في الكاف الشريف وكل الروايتين معتبرتان الرواية الأولى قال أنها مكثت بعد أبيها خمسة وسبعين يوما كانت منحلة الجسم مصوصبة الرأس إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرت أنها مكثت بعد أبيها وهناك شخص يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن ما يسمى بمصحف فاطمة فالإمام صلوات الله عليه ذكر سبب ذلك أنها مكثت بعد أبيها خمسة وسبعين يوما فدخلها من الحزن ما لا على وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وشهادته ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى من الحزن على قلبها ولعله ترجم في الشعر المنسوب إليها صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا وهذا المعنى موجود في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال إني قد تحملت من المصاب على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله ما لو وضع على الجبال لأزالها لتدكدكت الجبال وذابت أمام تلك المصائب فقد رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعلمه إلا من كان معه ليل نهار إلا من كان يفهم من هو رسول الله وماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن عبر عن أمير المؤمنين بنفس رسول الله وأنفسنا وأنفسكم فلذا كان يعلم مدى فقدانه صلى الله عليه وآله وكذلك السيدة الزهراء صلى الله عليه وسلامه عليها فلذا من هذا المنطلق أنها قالت صبت علي مصائب أو نسب إليها أنها قالت لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا شدة وهذا وإن كان بنحو الكناية إلا أنه يحكي شدة المصاب التي ابتليت به فكان جبرايل يأتيها غرضي أن تعبير الإمام صلى الله عليه دخل عليها من الحزن ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا فكان يأتيها جبرايل فيسليها ويحكي لها الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله من جهة وعما سيأتي في الأمم الآتية من جهة أخرى وكانت تحكي ذلك لأمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه وكان يكتب ذلك لها وهذا الكتاب سمي بمصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لا كما يفهم الجاهلون الذين لا يعرفون من اللغة ومن الإصطلاحات الشرعية شيئا ويقولون أن كان لفاطمة مثلا قرآن غير هذا القرآن لم يأتي تعبير القرآن والمصحف والصحف يعني مجموعة من الأوراق طبعا الحديث في كيفية وتفاصيل شهادتها مؤلم جدا من حيث أنه كيف استطاعت تلك المجموعة التي رافقت أباها وشهدت معه جميع مشاهده أن تتطاول وتتجرأ على حرمة داره حرمة بيته وتقتحم ذلك الدار بحجج وأسباب في مجملها سياسية وغير مقنعة وضحل إلى الدرجة التي قد ينفر السامع لمجرد سماعها فضلا عن عدم قناعته اقتحموا الدار وكانت تلك السيدة الراضية المرضية خلف الباب بكامل حجابها حشمتها قبلت أن تعصر وأن يكسر ظلعها بدل أن يمسها رجل من ذلك المجموعة المقتحم من تلك المجموعة الداخل إلى دارها الرجال الذين اقتحموا الدار وعلى رأسهم آمروا القوة المقتحمة علم أن ابنة النبي خلف الباب والمفروض أقول المفروض الذي يفرضه الدين المفروض الذي يفرضه الأصل والأصول العشائرية العربية السامية أن يبتعد عن إيذاء بنت نبيه فورا ويبتعد عن التورط في مثل هكذا عار سيلاحقه إلى الأبد إلا أنه لم يتورع مطلقا و عصروها خلف الباب فأدى ذلك إلى كسر ضلعها وسقوط جنينها وبعد فترة قليلة استشهدت وصعدت روحها إلى بارئها لعل هناك من الأسرار الإلهية الكامنة وإن لم نعرف السر لكن بعض الأسباب التي يمكن أن نفهمها أنهم صلوات الله عليهم أرادوا أن يتجدد ذكر السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في أكثر من موسم وأكثر من مرة حتى الناس يتعايشون أيام الفاطمية باصطلاحنا المتأخر طبعا الخوض في روايات استشهادها أمر لا بد من من حيث أن كتب العام مروت أنها استشهدت بعد أبيها ستة أشهر طبعا الغاية من هذا التأجيل والدفء والتسويف الوقت هو إبعاد شبهة قتلها واختيالها عن الحكومة القرشية المنقلبة على الدستور الإلهي إلا أن هناك مصادر تأريخية تكلمت عن أنها استشهدت بعد أبيها بأربعين يوم ومصادر أخرى قالت بخمس وسبعين يوم ومصادر ثالثة قالت بتسعين يوم من المصادر تلك ما رواه العلامة المفيد في الإرشاد وما رواه الحافظ الحسكاني وما رواه الكنج الشافعي وما رواه الطبرسي وما رواه العلامة المجلسي في بحار الأنوار على تفصيل موجود عند أهل النظر والبحث والتحقيق فقهاء المذهب الإمامي قدس الله أسرار الماضين منهم وأدام الله ظل الباقين يستطيعون بمزيد من التحقيق تحديد اليوم الذي استشهدت فيه وتحديد الرواية الأقرب إلا أنهم عملوا بالنص الوارد عن أبي بصير وهو من الثقات من الرواة الثقات الذين رووا عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام من أنه لما سأل الإمام متى استشهدت السيدة الزهراء وقد اختلفت العامة والخاصة في ميقات استشهادها أمره الإمام صلوات الله عليه أن يبقي هذا الاختلاف وكان قول الإمام من أن هذا الاختلاف هو أمر جيد وأمر حميد لماذا لأن الشيعة أي الجماهير الإسلامية الإمامية ستحيي تلك الذكرى وستحيي تلك الظلامة في أكثر من وقت وفي أكثر من توقيت وبشكل يجعل الغير ملتفت يلتفت إلى ظلامة سيدتنا فاطمة وحكى لي بعض المؤمنين الذين قد سمعت عنهم أنه كان له صفاء نفس وملاقات مع الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف فذهبت سنة من السنين للقائه وكان بيننا أكثر من ألف كيلو أو ألف كيلو متر ما أعرف المسافة مسافة طويلة فذهبت بعد أن عرفت مكانه والعنوان ذهبت لزيارته وجلست عنده وسألته عن بعض لقاءاته ما أحب أن يظهر ذلك أو يتكلم إلا أنه ناولني دفترا كان قد كتبه قال أنا الأشياء التي شفتها اكتبتها بهذا الكتاب دفتر هو مكتوب بخط جميل جدا كان الدفتر مكتوب هو بخط كان فالغرض أنه أنا تلك الليلة لعله بدت عنده حتى أقرأ هذا الدفتر والكتاب فوجدت فيما وجدت فيه أنه قال أني حينما في إحدى السنين مات أحد العلماء الكبار الذي كان يوازي ولعله مرتبة في مراتب المراجع كان قال لما مات هذا الشخص كنت متأثرا وأمشي في تشييعه وبدت مني لمحة شفت الشخص يمشي بجنبي نظرت إليه فوقع في قلبي أنه الإمام صلى الله وسلامه عليه فلما نظرت إليه تبسم وأشار إليه فعرفت أن ظني صدق فيه أنه الإمام صلى الله وسلامه عليه فالتفت إليه وسألته ويبدو كان أيام فاطمية كذاشي فسألته سيدي ما تقول في الروايتين قال في التسعين يبدو أنه أشار إلى هذا المعنى إن قلنا أنه أراد حيث الشخص كان طالبا لليوم المعين الذي يقيم فيه العزاء وأنه يوم استشهادها ورحلتها من الدنيا فأشار له إلى ذلك وإلا في الروايات وفي المحتملات الأخرى أكثر من هذا المعنى أتصور وأحتمل وأرق احتمالي إلى الاعتقاد فأقول أن أهل البيت عليهم السلام تعمدوا إيجاد أكثر من مناسبة لإحياء ظلامة السيدة الزهراء وفقهاء المذهب أقروا ذلك واستحسنوه وأجمعوا عليه وإلى اليوم لا يعترضوا فقهاؤنا على إقامة مأتم السيدة الزهراء في شهر ربيع الثاني وفي شهر جماد الأولى وفي شهر جماد الآخرة يعتقدون أن ذلك شيء صحيح ونحن وكما يعلم القاصي والداني أننا في عصر غيبة ومن الصحيح جدا أن نراجع الفقيه الجامع للشرائط ونعمل بما يقرره إذ أنه هو مصدر الإطمئنان ولعل هذا الأمر وتكراره يمكن أن ينفعنا في أن إذا كانت المناسبة واحدة من استطيع أن نبين بعض ما علينا من الروايات في المناسبة من لحق من وصل لا يسعفنا الوقت الوقت غير كافي أن نبين بعض فضائلها ومقاماتها صلوات الله وسلامه عليها فقط إذا أردنا أن نشرح من أسمائها الشريفة نحتاج إلى وقت كبير حيث أن تلك الأسماء لها أصول في كتاب الله وإشارة في كتاب الله تبارك وتعالى كما قد أشرنا في محاضراتنا إلى ذلك الغرض أنه لعله حينما تكثر المناسبة مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر حسب الأقوال والروايات الوقت يمكن أن يسعفنا أكثر نتحدث في المناسبة عنها صلوات الله وسلامه عليها وعن بعض مقاماتها ومواقفها وكلماتها وخطبتها صلوات الله وسلامه عليها وما يمكن أن نستفيده من الأيام والليالي الفاطمية أن نعرف أن في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان الشباب وكان الشيعة في مجالسهم يتحدثون عن السيدة الزهراء صلوات الله عليها حتى أن بعض المخالفين حيث انتفض لهذا الأمر ودخل على أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقال له يا أبا عبد الله إن شبابا من سفهاء شيعتكم تعبير قاسي حسب وكل إناء بالذي فيه ينضح هذا يعيش الظرف بذاء في اللسان فيعبر بهذا التعبير كل واحد حسب تربيته يعبر بالتعبيرات فهنا قال بعض أو أن شبابا من سفهاء شيعتكم يتحدثون بأحاديث عن فاطمة أنا أقول هو لم يقل صلوات الله وسلامه عليها فلو منعتهم عن ذلك وزجرتهم عجيب فقال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعني إحنا أيام الفاطمية بل غير أيام الفاطمية أيضا لا بد أن نملأ الأجواء نملأ المجالس نملأ الظروف التي نعيش فيها وخصوصا في زماننا من اتصالنا بالتواصل على العبر الانترنت والمواقع الاجتماعية وغيرها يمكن أن نبث هذا بشكل كبير حتى يصدق علينا بمقدار أن نكون من الذاكرين لسيدة زهراء صلوات الله وسلامه ومثل ولو مثلية بسيطة مثل الذين كانوا في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فالتفت إليه الإمام الصادق وقال له ما الذي يقول شباب الشيعة قال يقولون فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه رد هذا الشخص لكن ردا عقليا جميلا وهذا الشيء كله عفة وكله كمال لم يرده بالمثل وبالبذاءة وبلسان لا لا بما يتناسب مع أهل بيت الكلهم طهارة فبما يناسب القدس والطهارة التفت إليه وقال ألستم بدون أن يكون داعي للخرق للعصبية للانتفاض ضده بشكل لا دون ذلك بل بكل برودة وأدب رده وقال ألستم رويتم في رواياتكم أن الله يرضى لرضى عبده المؤمن ويغضب لغضبه قال بلى التفت قال بلى ذكره الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال وما يمنعكم أن تكون فاطمة مؤمنا يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها شنو المانعتكم فسكت الرجل وكأنه القم حجرا وخرج من الصحيح جدا أن يتم التركيز على مدرسة السيدة الزهراء عليها السلام أن تطرح ظلامة السيدة بشكل أوسع من الطرح الديني لماذا؟ لأننا اليوم في عصر تطورت فيه البشرية وصار الإنسان يستطيع البحث ويستطيع التفكير ويمتلك من الذهنية الوقادة ما يمكنه من قراءة النصوص التاريخية بمنطق معقول وتمعن وابتعاد عن كل ما يستتبع ذلة المعصوم ولا أخفي أن هناك بعض النصوص تظهر المعصومة في مظهر الذلة هذا أمر لا يرضاه الله ويعارض النص القرآن ونحن من الصحيح جدا أن نعرض النصوص الواردة على النص القرآن إن وافقت أخذنا بها كما يقول فقهاؤنا ومن قبلهم أئمتنا عليهم السلام لا أن نعرض النصوص على رغباتنا وأمزجتنا إذ ربما أننا نستحسن شيئا وهو قبيح ونستقبح شيئا وهو حسن فالأفضل الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام إلى منظومتهم المعتدلة من الممكن جدا أن يصيب المعصوم بعض البهذلة هذا وارد ولا ننكره لكن أن تصيبه الذلة مستبعد ويعارض قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا لعل البعض يقول هذه كذبة روجها الروافض ويتطرف في التعدي وينكر ظلامة هذه السيدة العظيمة الحجة الحجة على حجج الله فنقول ومن الله التوفيق لو قرأنا وصية السيدة التي رواها ابن عباس وقد روتها كتب العامة أتخطر أن المسعودي رواها وأتخطر أن الحافظ الحسكاني رواها وأتخطر أن الطبري رواها على تفصيل موجود قد لا يتسع وقت البرنامج إلا أن المشاهد يستطيع أن يبحث وسيجد المصادر التي روت وصيتها حين طلبت من زوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن يعفي موضع قبرها وأن لا يعلمه أحد وأن لا يصلي على جنازتها من ظلمها وأن لا يشهد دفنها وأن يدفنها ليلا هذه الوصية وهذا التأكيد من قبلها هي عليها السلام يؤكد أن هناك موضوع جنائي وأن هناك جريمة حصلت وعلى الإنسان الواعي أن يلتفت ويبحث عنها لو كان كما يتصور دعاة التطرف دعاة الوهم أنه لم يحصل شيء فلماذا أبت أن يصلي على جنازتها أي فرد من أفراد الحكومة القرشية المنقلبة هذا يؤكد أنها رفضت هذا يؤكد أنها استقرأت المستقبل عليها السلام وعلمت أنه سيحاول الطغاة وسيحاول وعاذ الصلاطين وستحاول الأقلام المأجورة أن تزور تلك الحقيقة علمت ولذا أمرت بأن يخفى موضع قبرها وسنرى أجيالا ستبادر إلى الجهر وستبادر إلى الحكم وستبادر إلى السؤال والاستفسار أن نطرح قضية إنسانية قضية نستفتي وجدان كل إنسان عربيا كان أم أعجميا مسلما كان أم كتابيا أم غير ذلك ندعو كل إنسان أن يسأل أن يبحث أن يستقصي أن يطلع على الحقائق أدعو بشدة من خلال هذا المنبر الإعلامي الزهرائي الفاطمي أدعو أدعو بشدة أن تأخذ قضية الزهراء البعد الدولي البعد العالمي أدعو إلى الحكم على قاتلها بحسب القوانين الموجودة الجنائية في العالم أدعو المختصين إلى التحرك وبأسرع وقت كي يحاسب التاريخ كي يحاسب القانون كي يحاسب الإنسان قاتل السيدة فاطمة عليه السلام أدعو الإنسان في كل مكان أن يلتفت لماذا اختيلت السيدة عليه السلام تلك المرأة ذاته الثمانية عشر ربيعا بهذا الاختيال وهذا الغموض وهذا القتل الذي اليوم نحن نتقيد ولا نستطيع أن نجهر به يمنعنا من الجهر رعاية وجدان إخوان لنا في الدين لكن على إخواننا أن يبادروا وأن يكونوا أحرص على رعاية والسؤال عن ظلامة بن بنت نبيهم السلام على السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم ولده السلام على السيدة الزهراء يوما ظلمت وحرمت من حقها ويوم عصرت وكسر ضرها خلف الباب ويوم استشهدت ويوم تبعث حية شفيعة في أمة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في منزلة ومقام يعلمه القاصي والداني وبعدا لمن خان وبعدا لمن القلب وبعدا لمن ظلم وبعدا لمن تجرأ وتطاول على حريم الله وحريم رسوله السلام عليك سيدتي فاطمة ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة